اشتركوا في القناة النهاردة يا جماعة هنتكلم في حاجة بسيطة وجهاز بسيط بكل نوعها بنستخدمه وموجود في اغلب بيوتنا لما بتأصل اي حاجة في الكهرباء بناخده وبنستخدمه وهو مفاك التست طبع مفاك التست ازاي جماعة هنشاو فيه كده يا جماعة بيسهل لنا معرفة الطرف الاهم حاجة فيه ان هو بيعرفنا الاطراف اطراف الكهرباء عايزين نوصل الاداندا عايزين نوصل فيشا عايزين نوصل اي حاجة عايزين ناخذ فردتين السالب والموجب. مش عارفين يا جماعة ناخد ايها. ممكن ناخد فردتين يطلعوا الاتنين موجبين. او يطلعوا الاتنين سالبين. فطبعا مش هيدنى كهربا. مش هتشغل حاجة عندي. لازم الكهربى عشان تشتغل سالب وموجب. الطرف حي. اللي هو اللي فيه كهربة. والطرف الميت. او الطرف السالب. اللي هو اللي مفهوش كهربة. عشان نعرف الطرف اللي فيه كهرباءة جماعة بمفتاح التيست. ازا ما احنا شايفين كده? اهو بص يا جماعة ما نورش. اهو كده. ده نور يا جماعة بس طبعا اهو اهو اطفل لنده علشان نشوف ايه مفتاح التست ننور. اهو بص يا جماعة اهو نور اهو كده اهو احنا كده عرفنا الطرف الحي. عرفنا الطرف الايه? الحي. ده يا جماعة الطرف الحي. ده الطرف ده ما بينوارش ازا ما احنا شايفين كده ما بينوارش. طيب. طب احنا نعرف بقى ازاي بيبقى عدة اطراف معانا موجودة. ممكن يكون في العل بقى اللي احنا بناخد منها كهربا في كزا اطراف. طب نعرف ده. هل ده هينور? فنعرف ان هو مجب. لا يا جماعة ما نورش اهو. ما نورش معانا. يبقى الاتنين دولك سالب. هنيجي كده نجيب لمبة. نجيب لمبة ونشغل كده. عشان نشوف بقى السالب هتشتغل ولا لا? والفردتين دولك عكس بعض سالب وموجب ولا الاتنين موجب. طب احنا نتأكدنا ان ده حي. يعني موجب. بص يا جماعة. ما اشتغلش. معناها نداه. لاما موجب. او حي. وطبعا ما دناش اشارة باللندا التست. يبقى الطرف ده اصلا مش متوصل بحاجة. طب نشوف التاني كده يا جماعة اهو. اه يبقى ده الطرف الارض يا جماعة. اللي هو نور له معه نور اللندا. لان عشان نور اللندا دي لازم يبقى موجب هنا طرف حي وطرف ارضي او الطرف اللي احنا بنسميه ميت او السالب. اهو كده يا جماعة. طيب احنا كده اغلبية الايه? الكهربائية بيعرفوا يعني الطرف بعد ما يختبروا الطرف اللي فيه كهربا عايزين يعرفوا الطرف الايه? اللي هو الارضي. بيعرفوه عن طريق اللندا دي او عن طريق التست. زي ما احنا شايفين كده يا جماعة. نمسك كده ده الطرف ايه? ده الطرف الايه? الحي. زي ما احنا شايفين كده? اهو. وهنيجي نوصله بالطرف اللي هو الايه? اه بص يا جماعة نور ازاي? او ممكن نعكس. الطرف اللي احنا مش عارفينه ده ايه او موجب? اهو? طبعا نخلي بالنا من الكهرباء ونكون معزولين عن الارض. وما يريد ما نلمس الجزء ده. واحنا بنختبره. طبعا لازم نكون تحتنا حتة خشب او عازل او جزمة. فاصلة. زي ما احنا شايفين كده يا جماعة اهو? نور. كده يا جماعة بالطريقة دي. اهو كده نور اهو. كده احنا اتعرفنا على الطرف الموجب والطرف السالب ونوصل توصلاتنا وحنا عارفين. كده بص الجماعة هنا ده اهو ده مش متوصل بحاجة فما تدنيش اي حاجة. لان ممكن يا جماعة نلاقي سلكة داخل التابلون ما نعرفش هي السالب ولا موجب. فطبعا هتحصل غلط. لازم قبل ما شغل في الكهرباء نحدد السالب والموجب. الموجب يا جماعة او الطرف الحي اللي هو بيضينا اضاءة بالمفاك ده. والطرف السالب يا جماعة هو اللي بيضينا اضاءة بالطريقة دي كده. لما بنوصلهم مع ايه? اهو كده يا جماعة مع بعض كده. بيضينا اضاءة. بنا كده حددتنا السالب والموجب. ارجو ان اكون قلت حاجة مفيدة. لان النقطة دي مهم يا جماعة في التوصلات الكهربائية. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة